سيد الزرق في عمروت لتو ستين عام امرض بالزاف عندو ولد اسميته حميد وبنت اسميتها جاميلة حميد عندو جوج دراري عندو غاراج دي الطنوبيلات وساكن في جيه اخرى من المدينة جاميلة معلمة عندها تلاتة دراري وساكنة قريبة في نفس الحي انا قلت هل يجيبهم جاميلة تجيبوا لي داتا في الصبيطار اداروا له واحد العدد الفحوصات طبيب الدار كيزوروا بزاف دلمرات باش يشوف كيف ديرها الحالة تسيد الزرق جاميلة كتحكي لطبيب الدار على اللقاء ديالها مع الطبيب الاخ الصائف الصبيطار واللي خبرها باللبها عندو سرطان في الريا والمرض تسرب له كذلك في مختلف الاعضاء الاخرى في الدات ادياله الحالة خطيرة بزاف العلاج ما غيفيدو افوالو طبيب الاخ الصائي خبر جاميلة باللبها مايقدرش يعيش كتر من ست شهور كنت خييف بزاف بلي باي كون عندو شي مارد خييف و هاد الالخبار اللي سمعتو اليومة بالنسبالي ياسد ما كبيرا ما كنتش كان انضن بلي با مرتل هاد داراجة كنت كان صحاب لي وشفيش يمارد فريا لي يمكن يقدري تعاليش كل صراحة اه 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 aboard كنت أخبرتني جميلة بالشيء اللي سماعته من الطبيب كنت خايف باللي عنده شي حاجة خطيرة خطيقات لي كيخصرنا نقولها له نقول له باللي عنده مرض اللي ما يمكنش عادي تشافه وباللي غادي يموت لكن أنا متافقش معها كيباللي حتى ما ميخصراش تعرف بهذا الشي هي حنينة بزاف وما تقدرش تحمل بهذا الخبار أنا كيباللي ياب اللي خصو يعرف أشنو كين لحقاش من حقو يعرف في اليام الماجه غادي لاحظ وغادي يعرف باش كين شي حاجة إذا ما شي ممكن باش نخزنو عليه وهو في الأخير يكتشف باش ما قناش لي الصراحة لما يعرف الواحد أنه غادي يموت فعل أقل ما يكايقاش يتصارع باش يعيش كان عرف واحد السيد اللي كان عنده السارطان هذا الرجل ما داشت عليه ثلث سمانات حتى كان مات ما بغيش نخليهم يفقدوا الأمال أنا بتيقا إلى خبرناهم غادي يتقاسوا بالاكتئاب والحزن جوج بهم خصوصا الواليد ما حدو باقي دابا مستقر شي شوية بغيت نخفف عليه من الحريق باش يقدروا بجوج بهم على الأقل يتمتعو شوية بالوقت اللي باقي عايش فيه لكن أش شنو يقدر يدير الواحد أنا خفت اللي ما تبقاش عنده وطيقة باللي ما عندوش أمال في الشفاء وخفتوا اللي يغضب يغضب علي أنا أو يغضب علينا جميع جميلة كتفكر بشكل مختلف تماما أنا تخاصنت معاه على هاد الشي أنا عارف أنه إلي خبرناهم العائلة كلها يمكن تغضب غادي يقولوا مخصكمش تحيدوا له الأمال وعلى أنه هكا ما يقدرش يتغلب على المرض وعلى أنه إحنا أولاد مشين زيانين عادي حال هاد الشي عارفة باللي الله هو اللي كيقدر وقتاش غريموت كل واحد منا ولكن باش يكون مريض بواحد المرض اللي هو ما كيتعالش والأطباء ما بقاوش قدروا يديروا له أكتر أنا كنظن باللي خصو يعرف الصراحة باش عالأقل يوجد راسه الرحيل عند سيدربي وباش يقدر لا بغا يخلي شي واصية أو بغا يشوف شي واحد اللي بغا يتسامح معاه أو عنده شي حواج آخر اللي خصومي يريجلهم ويقدر أو كي يخمم ويشوف فين بغا يموت وواش بغا يموت في المغرب في بلاده أو بغا يموت هنا أو بغا يموت هنا موسيقى موسيقى